شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية حملة اعتقالات جديدة طالت 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وكذلك في القدس المحتلتين فيما محكمة اسرائيلية تقضي بتمديد العزل الانفرادي للأسير المقدسي أحمد مناصرة رغم خطورة وضعه الصحي والنفسي حملة اعتقالات جديدة شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة ليستمر مسلسل الانتهاكات والترهيب الذي تمارس السلطات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطينية على مرأة المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج دون ان يتحرك ساكنا مصدر امنية فلسطينية اكدت اعتقال 13 فلسطينيا اليوم من مناطق متفرقة تمانية منهم من مخيم شعفاط وبلدة عناتا وشبان من محافظة الخليل جنوب القدس فيما جرى اعتقال شاب من بلدة سانجل في رمالله وشبان من محافظتي اريحة وقلقيلية بالضفة الغربية وفي القدس المحتلة وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالات استفزازية في باحاته وادوا طقوسا تلموذية في الجهة الشرقية منه فيما نشرت شرطة الاحتلال الاسرائيلية عناصرها ووحداتها الخاصة منذ صباح في باحات المسجد وعند ابوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين في سياق المتصل قررت محكمة اسرائيلية تمديد العزل الانفرادي للأسير المقدسي احمد مناصر لمدة ستة اشهر جديدة في سجن شكمة في عزقلان رغم وضع الصحي والنفسي الخطير يأتي ذلك بعد يوم من ادانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية للجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيدها ان ممارسات دولة الاحتلال دليل ساطع على غياب شريك السلام الاسرائيلي وتمرد اسرائيلي رسمي على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة واستخفاف بالجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر وتحقيق التهدئة